ناقش بيت العائلة المصرية للأحة الجديدة تمهيدا لعرضها على كل من فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة الماركوسية واجر اقتراح إنشاء لجنة للتعاون الدولي للتواصل مع الجالية المصرية في كل دول العالم نتابع المزيد أنا سعيد النهاردة بوجودي في المركز الثقافي هنا في الكاتدرائية لمنقشة طبعا اللائحة الجديدة في أهم بنتها المقترحة وفيه لجنة مصغرة النهاردة منبثقة عن اللجنة التنفيذية بتناقش البنود الواردة في اللائحة الجديدة تمهيدا لعرضها على قداسة البابا وفضلت الإمام الأكبر والنهاردة تم منقشة لجنة اقتراح لجنة للتعاون الدولي عشان الفكرة الجميلة بتاع البيت العائلة المصرية التي تطبق في مصر تطبق خارج مصر في عدد الدول وبالتالي هيكلنا تواصل مستمر مع الجاليات المصرية الموجودة في كل دول العالم واللي عندها استعداد أنها تفتح فرع لبيت العائلة المصرية بين أبنائها من المصريين المهاجرين إلى هذه الدول النهاردة اللائحة بتناقش أن احنا إزاي يتم التعاون مع الجاليات المصرية الموجودة في الخارج عن طريق التنسيق مع قيادات بيت العائلة والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية وقدرت اللجنة النهاردة إن شاء الله أنها تصغ عدة بنود طيبة تمهيدا لعرضها على فضلة الإمام وقدسة الباب إن شاء الله كلنا شاهدنا بعد الأحداث الأخيرة أن لازم يكون في فروع لبيت العائلة خارج جمهورية مصر العربية وده اللي هيكون إن شاء الله عامل اللجنة واتنقشنا في بعض اللجان الأخرى فيما يتم استحداثه من أنشطة وأعتقد أن بطرح اللي احنا توصلنا إليه النهاردة على الإدارة وعلى أعضاء بيت العائلة هيكون فيه جديد إن شاء الله في الشكل القادم لبيت العائلة المصرية وأعتقد أنه هو ثبت نجاح مقطع النظير في الفترة اللي فاتت إن لم يركز الإعلام على هذا النجاح إلا أنه هو فعلا على أرض الواقع إحنا محتاجين فعلا لمؤسسة زي بيت العائلة المصرية لإشاعة الاستقرار والأمان ونشر حالة من السلام الداخلي لكل أفراد المجتمع المصري أنا سعيدة جدا بوجودي في اللجنة الفرعية وسعيدة جدا بعضوية البيت العائلة وسعيدة أن أنا في المركز الثقافي وفي الكاتدرائي